كثير من المحتجمين بعد ما يروح البيت من جلسة الحجامة اللي فيها تشريط يسأل ماذا أضع على مواضع الحجامة أو جروح التشريط نقول له إذاً عليها بقليل من زيت الخروع الصافي وإذا لم تجد خروع زيت زيتون أو زيت سمسم إذا كنت قد عدت مثلاً من جلسة الحجامة والأخصائي وضع لك لصقات جروح أزلها بشويش اغتسل خذ حمام ماء فاتر فقط لا ساخن ولا بارد وبدون استخدام أي صابون أو غيره جفف المكان بخفة وحط عليها كما اتفقنا زيت خروع لا تحط عليها مطهر كحولي أو غيره سبق تكلمت في فيديو سابق لماذا يتقنب الأطباء وضع المطهرات على الجروح زيت الخروع ثلثة علمياً بأنه يساعد على التئام الخدوش أو جروح الحجامة كما أنه مادة مطهرة ويعمل كطبقة عازلة للجراثيم ويمنع تلوث الجرح ويقلل من رطوبة المكان وممكن تكرر عملية الدهن بزيت الخروع أكثر من مرة في اليوم وحتى ثلاثة أيام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر